يعني متى اول مرة بلشت تحس انه بدك او ممكن تتركي نيو تيفية او انه في شي عبدائك بهذا المحل يعني مذكرة هلأ هي بتصير اشعة صغيرة بس تقل لك التفكير الجدي الخلاص صار عم يخنقك يعني بالالفين واربطاش لا خلاص حسيت انه انا بمحل ما بقدر اعمل شي يعني ما بقدر اتقدم ولا فشخة لقدام ما بقدر اعمل شي انا وقته عملنا سيد القصر انا سيد القصر كمان من الاشياء اللي كانت نقلي نوعية بحياة المهنية لانه هيدا هو الشي اللي انا بحبه هيدا هو الشي اللي انا بلاقي حالي فيه هيدا شي اللي بيشبهني بكل تفاصيله حتى بكاركتاري حتى بشخصيتي مثل ما هي وكان كونسط طبعا تروح تزوري الاسماء اللي ممكن يترشحوا وقته ايه سيد القصر كان المرشحين على رئاسة الجمهورية فيه اوتدور وفيه انه هيدا لكأنك عم تشتغل الريل تيفي على سياسي على ما فيه محرمات بالسؤال يلي ممكن سؤالك هو اذا بدك فيه اشياء انا في حلقات خرجت عن التحضير بالكامل فيها لانه بياخدك على محلات تانية تفتح لك دودال هيدا الزهنك حاضر كل الوقت كيف عم تقدر تصير شغلة قدامك تتلقفها وتعمل منها قضية يعني مثلا وتاخدوا على محلات تانية فيها بهيدا النوع من الحوارات فيك تروح كتير ديب وتغمق تغمق تغمق بمحلات بمكان اذا انت قاعد على طاولة وكريستان ما فيك تطرحهم يعني نعمل وقته ست حلقات وقته كان وسلمين فرنجي وامين اخر حلقة كان خلت امين جميل رئيس امين جميل سني جعجع وقته دميان والسطار كان مرشح وترس حرب يعني هاي الاسباق المارونية مشارعون ما اخدتي منه طلبت زرته طلبت انه حلقة كان اخذ قرار انه بهالمرحلة ما بده يعطي حدا وفعلا ما عطي حدا يعني ما طلع على ولا معامل ولا حلقة يعني يؤخذ بوقت انا مذكر على هيدا البرنامج انه اعتبر نوع من انواع تلميع صورة السياسيين لانه انت عاو تفرجي السياسي اللي مرشح لهيدا المنصب بصورة حلوة عبي عبي ياكل عبي يشرب عبي تصيد عب تمزحي معه عب تكسري هيدا العلاقة اللي لازم تكون بين الصحافي والسياسي يعني عب تصير شوي اكتر هيك ودودي زيادة عن الزومة لا هي فيك تسميه اي شيء الا تلميع صورة تلميع صورة مش بالمباشر بغير المباشر لا لك لا هاو دي هنه هيدا بيتهم هيدا حياتهم هيدا بيتصرفوا هيدا بيعيشوا اذا انت ما كنت شايفهم قبل مش فعليت انه انا اذا فرجيتك يون عم بلمع له صورة وهيدا هو مثل ما هو هيدا هو ما عملوا يعني كنا حريصين انه ما يكون في شيء مركب ما عملوا شيء زيادة عن حياتهم يلي بعيشوها عادة بس جيبوكي عم لعبون يعني انت اليوم لما تكوني بيبايك انا رحت عم لعبون مش اني جيبوني انا رحت عم لعبون حتى بالفوتبول بس تكوني عم تلعب على ارض الخاصة بيصير اصعب عليك تقدي بشكل احسن هاي معروفة اه بالفوتبول بس انا برأي بالحياة يعني يلي بيتابع ما تشوف المشهد يعني انت عم تشوف هيدا الصورة الحلوة كانت وكانت ما تقولني تقنيا حتى وكل شيء ما بدك تشوف بس بدك تسمع طب انتو او يلي عم ينتقد بموضوع عم لمع سمع لأسئلة اللي انت رحت في أسئلة انا كنت استغري بكيف تحملوني اني اسألة اسأل يعني في أسئلة اتردد اني اسألة اسألة قول خلاص يعني بدك شبقني بشيء هالقاد يمكن لو عملتي مع ميشيل عون كنت نوصل لها المرحلة بحس انه يمكن يمكن لمصلحك انه ما قبل بس كمانا هون بدك تكون كمحاور زكي وتعرف كيف تفوت على شخص تكون عرف له كاركتاره يعني احنا كلنا بنعرف انه كاركتار جنرال كاركتار قاسي وعسكري وبينفر بسرعة وبعصب بسرعة وما بيتحمل حرتقات يعني وهيك فبتفوت عليه بأسلوب تاني ما هيدا شغلك كمانا كيف تفوت عليه وتاخد يلي بدك يلي بأسلوب تاني بس السؤال هلا أنا يعني بس يهي الفكرة اللي أنا بدي وصلها انه ابدا ما كانت تلميع كانت اظهار هالشخص متل ما هو هيدا حياته هيدا هو بس برأيك هيدا الشخص سمر لو عارف انه هيدا طلعة بتأزيه او بتأزي حظوظه كان ممكن يقبل انا هون سؤالي وانا ما عب جرب يعني كلنا اشتغلنا بهيدا المهنة وكلنا حتى في حلقة انا عملت لسليمين فرنجية بنيو تيفي كنت انا بروديوسر عليها فانا ما عب زايد شيله مصلحته وإلا ما بيقبل مظبوط ولا لأنا هون هون قصدي يعني براهن على انه ما عنته على مريم ما عنته على كرمان زعج بسؤال بيقدر يشيله انه مش معقول ما تخلين حطيت بهالمواقف بس هيدا الشيلي ما صار حتيك مثل بحلقة دكتور سامير جعجا حلقة دكتور سامير جعجا اول شغلي انا هيدا كان اول مع دكتور سامير جعجا من بعد خرجوه من السجن اصلا بالحيات كله على بعض ممكن اخر كونتاكت لا بالحيات كله على بعض يعني منه بالعكس حدا ودود دكتور جعجا وانا بس خلصت هيدا الحلقة وقت السألوني عن الهائل تلون يلي بيطلعنا عنده بيقعد معه ما بيكون عارف تاريخه السياسي قبل وعارف تاريخه بينجرف يعني عنده هاي الادرة انه يجرك لعنده اذا ما بتعرف شي عنه بحلقة دكتور سامير جعجا اونتونات كتير دقيقة وكان وقتا ملحم رياشي كان هو مسؤول التواصل هيك جهاز التواصل والاعلام ايه بقى اونتونات كتير بتدقيق وكتير وصمر بدي اسئلة انا ما عندي اسئلة ملحم فلكسبل اكتر ما عندي اسئلة لا مش كتير فلكسبل ملحم هلا بخبرك فلا ما عندي اسئلة انا محط اسئلة بلك في محاور انه بنا نحكي بهايك باول محور وبنا نحكي بهايك بتاني محور وبنا نحكي بهايك تاني محور بس ما تقليلي اسئلة يعني ما حاكتب لك اسئلة وابعت لك ايه ولا لا حكينا واتناقشنا وبرشو خلصة الحلقة عالمونتاج ايجو ايجيت انتونات وملحم رياشي عالمونتاج يا لطيف قعدوا بسات المونتاج حضروا الحلقة كلها هاي بتشيلوها هاي بتشيلوها هاي مثلا من القصص ايه شو عملت ايه لا لا مش هون القصص وهاي بتشيلوها وهاي بتشيلوها اوكي طلع فيه طبع المونتاج اوكي تشيلو بس فلو رجع كل شيء ما حلوان عرضت الحلقة مثل ما هي اه يعني كمان فيه وشو عملوا بس شايفوا الحلقة لا انه اوكي عاتبوا يعني بس انه لا هذا ما فيك تجي اوكي بحضرة الحلقة وكل شيء هيك بس ما فيك تجي تقول اتحدد شو بشيل شو ما بحط انا ولا مرة خضعت لنقطة مونتاج شيله هيك وحطي هيك وشيله المقطع بهو الحلقات بهو دي الحلقات واتحدد انه حدا يقول اني انا متشت شيء حلقات هو حدا طلب لا لا حلقات سيد القصر وحلقات سيد نفسه بعدين بالانتخابات بتحدد حدا يكون طلب انه ينشال شيء وانا نفست له طلب اشتركوا في القناة